دكتور شريف حددك اتكلمت كمان عن الرقابة عايزك تقولي بقى لأي حد احنا بازلين جهود حقيقية في مسألة الرقابة على الاسعار هيقولك حنرجع تاني بقى للتسعيرة الجبرية وان ده بيخنق التجار ومش عارف ايه النقطة التانية بيقولك انا بحاول زي ما حياتك تفضلت ازود كمية المعروض عن طريق قوات المسلحة ومعارضها ومعارض الشرطة والانتاج بتاع بالذات سلع الاكل والشرب من الدولة علشان لما المعروض يزيد زي ما حياتك قلت السعر يقل لأي حد بقى الجهود بتاعتنا نجحة سواء في زيادة المعروض في الرقابة على الاسعار ووضع هامش ربح لا يمكن تعديه وفي نفس الوقت كمان عدم التسقيع او التخزين عشان ده بيقدي الرفع اسعار تاني زي ما حياتك تفضلت هو حقيقة الامر فعلا الشرطة والقوات المسلحة اللي تجهزين دول بيلعبوا دور كبير جدا في عمليات الولوج للأصوات انهم يوفروا سلع جزائية في عربيات بحيث انها تروح لأماكن الاستهلاك وبالذات الأماكن الفقيرة وأماكن العشوائيات انها توفر مثل هذه السلعة وده بتلعب دور فعلا ولا جهاز القوات المسلحة والشرطة مش كافيين بشكل كبير على اساس ان هم يقدروا يوفروا كمية السلع اللي محتاجها هنا لابد من ان الدولة في جهاز ان هو التموين او الرقابة على الاسعار تبقى مهمة جدا ان لما اننا اكشف فين اننا التجار اللي بيعملوا تخزين السلعة والدولة عندها كل دولة وعندها المعلومات كلها في هذا الامر يبقى نعرف مين التاجر اللي خد كميات الدي ايه نزل السوق الدي ايه باع الدي ايه ولابد من ان انا حدسع القوات المسلحة ودهاز الشرطة بيعملوا بيحاول ان هم فعلا نوفروا ولكن هذه ليست وظيفتك هذه القوات المسلحة والشرطة هذه وظيفة الدولة وظيفة تدور التموين ولكن نظرنا لان الصعوبات بتوجهة وزار التموين فالقوات المسلحة مع الشرطة بيحاول ان هم يوفر مثل هذا وهذا امر يشكروا عليه وده دور جميل جدا يا زيج يا زيج وبين هنا لابد اننا يبقى فيه رقابة واننا نحط همش ربح للتاجر اقول له يا تاجر انت هتاخد السلحة دي بجنيه لهم الشرطة بتاع 25% مثلا بحد اقصى يبقى اقصى حاجة توفرها 125 قرش لهذه السلحة لكن ما يسيبوش كده ان هو يحط السعر اللي هو عايزه وده تحت مسمى العرض والطلب وده ما فيش ابدا دولة حتى رقاعة الدول الرقسمالية ما بتحطش همش ربح للتجار لان ده شيء والتسعير الجبرية ده شيء تاني خالص تسعير الجبرية ان انا بقى اقول السلحة دي تبقى بخمسة جنيه بس لكن هنا انا بقول السلحة دي همش ربح بتاعها بيتعدى من عشرة لعشين في المية فقط فبالتالي هنا بتديله همش ربح يقدر يلعب يقدر يشتغل فيها بشكل جديد